يفترض أن يكون هذا المؤتمر الذي نظمه حزب الدعوة لدعم عوائل شهداء وجرح الحجد الشعبية لكن عوائل الحجد ذاتها لا تبدو مقتنعة بأن أحدا ما سيدعمها أو على الأقل سيبتعد عن استغلالها في الدعاية من 14-11 لليوم ما قابضين لا راتب ولا أكل شي ما أكبر في الحال التاريخ وعدها أربع بنات وآنا أبوه ما أقدر ووالدتا جلطت من سبب ما جابه وكل شي ما أكبر هو لا مصال له ويصال لشهرين من استشهد دزول راتب وبعد ما صار فيه راتب هما للثامن ما صار فيه ليسه قادة الحجد والناتقون باسمه خاطب الملكي بصفته نائب رئيس الجمهورية ثم انتقدوا حزمة الإصلاحات التي شرع بها مجلس الوزراء لكونها بحسب رأيهم لم تنصف عوائل الشهداء السيد نائب رئيس الجمهورية أستاذ نور المالك المحترم السادة والسيدات الحضور الحجد أيها الأخوة والأخوات لا زال واقفا صامدا ثابتا مجاهدا متحديا ومنتصرا ولكنه لا زال بحاجة إلى دعم وتأييد وإسناد لا زال الكثير من عوائل الشهداء ومن الجرحى الذين بذلوا دماءهم في سبيل الله من أجل العراق لا زالوا يعانوا الكثير ويتساءل الكثير ممن حذر عن سبب دعوة الإعلام لمؤتمر تكريم شهداء الحشد وجرحى الذين يتظاهروا منهم المئات سبوعيا احتجاجا على إهمالهم